وكمان يعني عشان اتذكرت تلت رأس الجسد بكر كل خليقة كمان في علاقته مع الجسد لأنه هو رأس الجسد نعم هنا بعد ما قام من الأموات أيضا بعد ما قام من الأموات له البكورية أي له السيادة الأولى على كل الخليقة الجديدة من هم الخليقة الجديدة؟ هم الناس اللي أمنوا بي فرح الله خلقهم من جديد ورح نقلهم من العائلة القديمة اللي هي عائلة آدم اللي تحت سيادة الخطيئة والموت اللي يكونوا بدلاً من أن يكونوا من عائلة آدم أصبحوا من عائلة الله فكده العالم في علتين بكورة خلائقه نعم لنكون بكورة احنا كمان بكورة من خلائقه يعني بكورة من خلائقه المخلوقين أولاً؟ لا لكن ملنا السيادة عشان كده في علاق ديمة عائلة آدم يسيطر عليها الخطيئة والموت كل من هم في عائلة آدم تحت زل الخطيئة وتحت سطوة الموت رح الله نقلنا من العائلة دي لنكون في المسيح مش في آدم في آدم يموت الجميع في المسيح يحيى الجميع فعشان كده في وسط كل الذين نقلوا إلى هذه العائلة الجديدة اللي هي الكنيسة من صاحب السيادة؟ هو أيضاً ليكون هو متقدماً في كل شيء في كل شيء نعم في وسط الخليقة المادية هو البكر في وسط الخليقة الجديدة هو البكر هو من له السيادة ويعني احنا بنشكر الرب لأنه فعلاً يعني بيتكلم عن عظمته وعن سموه وعن رفعته يعني في السموات وما على الأرض وهذا اندل على شيء بدل على حضوره المتكامل عبر كل الأزمان عبر كل الأوقات هو بيتواصل هو بيتفاعل لأنه مر مر في كل هذه المراحل نعم نعم وعشان كده بدأ الرسول يتكلم عن شخص المسيح من جهة كيانه وجوهره بدأ يقول أن ده مش انبساق أقل من الله ده مش مخلوق ده مش مولود ده مش وسيط أقل لا 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 ده فيه سر أن يحل كل الملء سر أن يحل كل الملء استخدم كلمات في منتهى العمق يحل كل الملء كل الملء كل الإمكانيات الألوحية من جهة صفات ألوحية أو من جهة أعمال أو من جهة قدرات أو من جهة طبيعة فيه واستخدم كلمة يحل أن يجد مكانه في بيته نعم يعني الألوحية في شخص المسيح المتجسد ده مش ألوحية حلت في شخص غريب مش هو الله يعني إحنا بيسكن فينا الروح القدس بيسكن فينا ويحل فينا لكن مش إحنا إحنا مش إليها إحنا بشر صر الله أن يتحد بينا وما زلنا بشر وسنظل إلى أبد الأبدين بشر لكن هو لما حل فيه كل الملء اللي هو الألوحية نفسها اللي هو الجوهر الله اللي هو ذات الله اللي هو ذات الكيان الإلهي ذاته لما حل فيه هو وجد مكانه في بيته دي الكلمة اللي استخدمها يحل فبالتالي من هو المسيح ده هو الله كله يعني إذا ممكن أقتبس الآية وتوضح لنا إياها أكتر لأن فيه يحل كل ملء اللهوت جسديا جسديا وأنتم مملؤون فيه يعني إذا ممكن توضح الفكرة وبالتالي لأنه ليه لأنه برضو برضو انتشار الغنوسية في وسط الكنيسة صارت تعلمهم أن كلمة الله غير كافية والمسيح غير كافي إذن أنتوا يلي أمنتوا بالمسيح محتاجين لنا كوسطاء لكي تصلوا إلى المعرفة الكاملة لكي تصلوا إلى وضع الكمال فقالنا المسيح كافي تماما لأننا صرنا مملؤين فيه للدرجة استخدم نفس الكلمة بليروما اللي هي بتاعت كل الملء استخدمها عننا أي أننا لسنا في احتياج إلى أي شيء آخر غير المسيح فلسنا في احتياج إلى أي وساطة غنوسية أو بشرية يكفي لنا المسيح مية في المية وأنتم مملؤون فيه تمم الأكو خلاص تمم الأكو فبالتالي لأنه بيحمي الكنيسة من أنها تنصاك وراء فلسفة فتبتعد عن المسيح لأن هدف الشيطان من الفلسفة الغنوسية أي جر الكنيسة بعيدة عن المسيح يعني الكتاب أو يقول الكتاب هلك شعبي لعدم المعرفة نعم فيمكن الغنوسيين بحبوا يستخد مهيل الآية بس بالحقيقة هي ضدهم لأن الجهل خطية نعم يعني كل إنسان مطلوب أو مطالب أنه يبحث ويعرف الحق يعرف الحقيقة